السياسيين السنة الموجودين في سامرة القيادات السنية يشيدون بدور سرايا السلام بتلك المنطقة عدهم مواقف ايجابية حتى اكون انا منصف سألت الناس المتواجدين هناك قالوا انه يعني تصرفاتهم في موضوع السيطرة على اموال الناس اقل بكثير من الاخرين و يعني عدهم موضوع الحلال والحرام هذا ايضا يجاوزون به ولكن اكو تصرفات اخرى ايضا كنا نسمعها كانت مسيئة جدا مسيئة للسرايا ومسيئة لمن يتبنى السرايا انتهت هذه التصرفات يعني انا ما عندي طلاع كثير الان بالوقت الحاضر بس اعتقد باقيه وانا هذا المناسبة هذا الكلام قلت لسيد مقتدى وجه لوجه من كان يلوم السنة ليش وصلها وقيادات السنة ما شاركوا بالاجتماع ليش قلت له جواعتك بسراح الدين مو اقل سوء منها ولا شون جوابك شون شون جوابك والله يقول لي اول انطيك عهد اول ما سابدأ بجواهدي وتشوف سيد مقتدى بالفعل السياسي الوحيد اللي هذب تيارة سياسيا وشعبيا ودائما يصدر بيانات ومواقف ويعاقب ويطرد من التيار واضح انه عنده سيطرة محكمة على على التيار وواضح انه اعضاء التيار ما يطلعون عن طوره ويعني عنده جمهور ثابت شكرا